السلام عليكم خوتي إن شاء الله يربيتكم بخير معكم أخوكم كامل دائما من قناة قناة ديسات صحة رمضانكم خوتي وصحة فطوركم وصحة أصحركم كما العادة والعبادة خوتي دائما كما أعودكم خوتي بالأخبار جديدة وأي حاجة جديدة تخص فيما يخص سكن اجتماعي نجيبكم خوتي الأخبار فلهذا خوتي قبل ما نبدو في هذا الفيديو ما تنسونا دائما خوتي الدعم باللايك خوتي الدعم لتحفزني دائما بيش قبلكم جديد وكذلك الناس اللي راي تشوفي موشي مشتركة في القناة اتفعل جرل الجرس وتشترك في القناة خوتي باش يوصلكم دائما كل جديد بلما نطول عليكم خوتي الروح ونشوفو الخبر هذا خوتي لمقاطعة الضرائرية داكن خوتي الخبر هذا كما راكم تشوفه في صورة كما راكم تشوفه من المقال انتعنا خوتي دائما من جريدة جزيريس اللي راح نخليكم الرابط انتحه في صندوق الوصف مقاطعة الضرائرية خوتي تطوي ملف السوسيال نهائيا يعني خوتي ملفات السوسيال كملوا معهم رقاع الحاجة اللي قد تبقى في صحاب الطعود فلهذا خوتي الموضوع عدائهم صحاب درائرية درائرية المقاطعة الدرائرية خوتي ونقل المقال التانا افرجت عن قائمة السكن بابا احسن كما راكم تشوفو خوتي افرجت المقاطعة الدرائرية الادارية للدرائرية بحر اسبوع الماضي تسيما لفتة خوتي ذات لكم قائمتها نعني فوتها لكم خوتي عن القائمة المؤقتة للمستفيدين من السكنات الاجتماعية لبلدية بابا احسن التي تعد اخر قائمة متبقية لدى مصالح المقاطعة يعني خوتي القائمة بابا احسن هي اخر القوائم ذلك خوتي هي القائمة التالية التي سابقة ان قامت بنشر القوائم الخاصة تبعوا ما يعمل يا خوتي باش تعرفوا البلدية لنشر القوائم تواهم الخاصة ببلدية الدويرة والخريسية والدرائرية والعاشور لتكون بذلك قد انهت السيسبانس الذي ضل قائما لفترة طويلة بسبب تأخر توزيع الحصة السكنية لكل من بلدية وسارعت مقاطعة الدرائرية الى طي ملف السكن الاجتماعي ووضع حد للقلق الذي كان ينتهى بطالب هذه الصغة الذين اودعوا ملفاتهم منذ عدة سنوات والتي تأخرت عملية توزيعها تجنبا للغضب الذي يعترى للمقصيين من هذه الصغة التي كانت مجمدة منذ سنوات وفي هذا الصدد تم وضع سجل تلقائي للطوعون الادارية من الفترة الممتدة من يوم الثلاثة الخامس افريل الى غاية 12 من نفس الشهر لهو 12 افريل خوتي على مستوى مقر البلدية لصاحب طلبات التي تستوفي الشروط القانونية ولم يستفيدوا من هذه الحصة للطعن في أصحاب الطلبات المستفيدة من السكن والذي سيتم تحويله بعد ذلك الى اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون ويأتي توزيع حصص السكن الاجتماعي بمقاطعة الضريرية تنفيذا لتعليمات والي الجزائر العاصمة احمد معبد الى ولاة المنتدبين والمتضمنة للإسراع في عملية توزيع السكانات الاجتماعية حيث تم نشر اخر قائمة للمستفيدين والخاصة ببلدية باباسن والطوائم والطلبات المتبقية التي لم تستفيد من تبع ما يمليع خوتي من هذه الحصة مع تقديم الأسباب القانونية التي حالت دون استفادتهم من هذه الصيغة وقد اتخذت المقاطعة الإدارية كل الإجراءات من أجل تبين وضعية كل طلب يعني يشوفوا لهم طلبات توحم الناس اللي تقصوا او مازال ملفات التواحم شوالا ما استفادوش وما خرجوش اسمائهم في القائمة من أجل تبين وضعية كل طلب في سابقة لم تشهدها من قبل معللة بالصور الفوتوغرافية للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري وإجراء تحقيقات ميدانية من قبل أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة وتوزيع السكن بالمقاطعة الظايرية يعني الناس لدرطعون راح يعودوا خوتي تخرج لهم لجنة ويفيريفوهم تاكل خوتي باش يكونوا متفاهمين تعاود خرج لهم لجنة سورة الناس اللي حطوا فيهم الطعن يعني واحد يكون مستفاد خرج اسماه دارو فيه شخص آخر دار فيه الطعن راح يعاود يخرجوا للناس ويشوفوا المشكلة تعاشى ولا وحسب مصالح هذه الأخيرة فقد تم خلال الفطرة الممتدة من شهر سبتمب 2021 إلى غاية شهر فيفري 2022 دراسة 932 ملف على مستوى بلدية بابا أحسن منها 384 ملف مقبول و 548 ملف مرفوض حيث عكفت اللجنة عن تمحيص 932 ملف تتوفر فيها شروط الدراسة متخذة كل الوسائل المتاحة بعدم إقصاء أي طلب موذع منذ الفاتح أفريل 2016 حبد الميساز المستوفي لشرط الأقدمية والمقدرة بخمس سنوات للإقامة في البلدية وأشارت نفس المصالح أن نتائج تحقيقة الميدانية لأعوان التحقيق وأعضاء لجنة المقاطعة الإدارية خلال دراسة الوثائق المودعة خلال تحيين الطلبات أصفرت عن رفض 548 ملف و 384 ملف مقبول حيث تم إرفاق القائمة المستفيدين بصور الفوتوغرافية للمستفيدين وجمع التفاصيل الخاصة بهم لتجنب غضب المقصيين وجعل العملية شفافة كما راكم تشوفوا أخوتي هذا هو الخبر اللي حبي تنشاركها معكم الحقنا الله في نتاع الفيديو هنا يا أخوتي وانتظروني دائما في فيديو جديد ومن قال لنقولكم غير السلام عليكم ورحمة الله تعالى شكرا للمشاهدة